مئات حالات الابتزاز الالكتروني سجلتها وزارة الداخلية خلال الاشهر الماضية معظم ضحاياها من النساء بينهن فتيات في سن المراهقة جرائم اغلبها تتعلق بنشر صور شخصية وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي ما لم تخضع الضحية لرغبات المبتز او تدفع مبلغا ماليا له اتصالات متكررة على الخطوط الساخنة للشرطة المجتمعية تبين تفاقم تلك الجراء في ظل قلة ثقافة ووعي المستهدفين النصف الاول من هذا العام الجاري استقبلت الشرطة المجتمعية ما يقارب سبعمائة حالة تخص الابتزاز الالكتروني للانات وايضا للذكور الاحصائية والمسجلة ورغم ارتفاع معدلاتها الا انها اقل بكثير من الارقام الحقيقية كون الكثير ممن يقعون ضحية لعمليات الابتزاز الالكتروني يفضلون التستر خشة الوقوع في محظور الاعراف الاجتماعية والعشائرية تجي اغلب الحالات للبنات وتجي فئة للشباب بس بنسبة قليلة اقل من البنات اما الولد اذا اجهتهم حالة يعني تجيهم مستهدفين اما يستهدفون المنتسبين او الضباط او الشيوخ من دولة المغرب يساهمهم بمقابل كاميرا وبعدين يساهمهم بمبلغ مادي ما يقارب من 15 ورقة الى 20 ورقة ومع تجاوز عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي اكثر من نصف العراقيين يبقى الابتزاز الالكتروني خطرا حقيقيا يهدد المجتمع وتحديدا الفئات العمرية الصغيرة عباس نعمة العراقية الاخبارية بغداد اشتركوا في القناة